عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا ان شاء الله لمنحضر اليوم بتتلخص في اننا هنستخدم الانظمة الجودة في تطبيق معايير نقص العدوى في المصاحب لتركيب الأسرار المركزية وكذلك ممكن استخدامها في اي برنامج من برامج مكافحة العدوى اللي ممكن نشتغل عليها كنوع من أنواع التطوير داخل المنشآت الصحية الخاصة بي طيب في الأول طبعا أنا هتكلم عربي وإنجليش عشان ما يكونش في لها خبطة بي إنجليش ولكم فرول وإن شاء الله وإن شاء الله سنشرح كيف تستخدم الانظمة الجودة لتصبح لتصبح مكافحة أو مكافحة لتصبح كلابسي ريداكشن ريت استراتيجي أو أخر انفكشن كونترول بلانينج الانوين الرئيسية للمحاضرة بتاعتنا إن احنا هنعرف الفرق بين الاستراتيجي بلان والأكشن بلان الخطة الاستراتيجية اللي بنتسميها بعيدة المدى أو اللي بتاخد وقت أكتر والخطة الغمالية أو الفعلية أو اللي ممكن نشتغل عليها على طول مباشرة وبعدين هنستخدم واحدة من الكواليتي توز التي تسمى الكوابي أو الكواليتي أشورانس and performance improvement وهنفهم إيه لمعناها وكيف هممكن استخدمها وإزاي إحنا استخدمناها في CRRS and Go Green وفي النهاية how to implement the كوابي and how to implement the planning for Go Green وفي النهاية المحاضرة إن شاء الله نفتح الأسئلة لو في أي أسئلة خاصة بالمحاضرة وطبعا بعدها يبقى في كيس سطادي أتمنى أن الجميع يكونوا موجودين لأن الكيس سطادي بتثبت كل المعلومات اللي أعرضت خلال الثالثات أهام السابقة By English the main outlines number one what is the meaning of planning and how to differentiate between the strategic plan and action plan number two I will use one of the quality tool named Quaby or quality assurance and performance improvement and how to use this one and how to implement this strategic plan ما هي الخطة ما هي الخطة وعشان أعمل خطة النقاط الهامة اللي لازم أتعرف عليه طبعا عشان أنا أعمل خطة لازم يكون عندي نقطة مهمة جدا لازم أتعرف عليها وهي حاجة اسمها performance management cycle أو دورة إدارة الأداء أو دورة الأداء الوظيفة يسموها كده هنفهمها دلوقتي بالتفصيل وهي بتشرح في المجمل علاقة العاملين على الخطة والقائد بتاحهم أو القيادة اللي بتقول العمل على الخطة إزاي تكون العلاقة بينهم علاقة تصل في النهاية إلى نتائج جيدة بشكل كبير وبعدين هنتكلم عن infection control plan سواء كانت على المستوى اللي بنعمله في المستشفيات عندنا أو في المراكز عندنا أو البلان اللي بتعملها مثلا زي إدارة مكوحة العادو على مستوى عالي على مستوى المملكة أو plan international اللي هو إلى ذلك في النقطة الأخيرة الفرق بين strategic plan والaction plan أو tactic plan Firstly to can understand what is the meaning of plan you must understand what is the performance management cycle the performance management cycle explains the relation between the leadership and team which act to implement the plan then we will explain the infection control planning and how to differentiate between strategic and action plan next performance management cycle أو دورة الأداء اللي اتفقنا عليها هي عبارة عن شكل من أشكال إدارة العلاقة زي ما قلت لكم من شوية ما بين الفريق العامل والقائد اللي بيعقود وطبعا دايما الزملاء في الجودة يحبوا كلمة القائد ما يحبوش كلمة المدير وكلنا عارفين الفرق بين صفات القائد وصفات اللي هو المدير يعني باللغة العامية طيب عشان نقدر نشرح العلاقة دي قالك إن فيه أربع خطوات الأربع خطوات دول هم اللي بيخلوا العلاقة علاقة نجحة بيوصلوه إلى النجاح كفريق عمل النقاط دي أو الخطوات دي رقم واحد التخطيط الجيد وهنفهم إزاي نعمل تخطيط جيد وبعدين هنفهم أنواع الخطط بس الأول إزاي نعمل خطة جيدة خلاص وبعدين البرفورمينج أو الأداء تطوير الأداء وبعدين كيف يمكننا متابعة الأداء وتقييمه وفي النهاية أنت عملت خطة وطورت الأداء وتابعت تطويرك لهذا الأداء ولقيت إن فيه إنجاز يبقى لازم تكافئ العاملين على هذا الإنجاز والمكافأة طبعا لها أنواع مختلفة يبقى بص كده تفكير منطقي جدا الموضوع مش محتاج إن احنا نكون حفظين أو النظر بسيط جدا أنا عايزة عمل مع فريق عمل عشان أصل إلى النجاح محتاج إن أنا أولا أخطط بشكل جيد وهنفهم كيف يمكننا التخطيط بشكل جيد ومن ثم تطوير أداءنا ومراجعة هذا الأداء إذا كان فعلا بيتطور على الأرض أو لا وفي النهاية إذا كان فيه تطوير وتطبيق صحيح للخطة من قبل الفريق لابد أن يكون هناك مكافأة لهذا الفريق على عمل تحديث 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 and review monitoring and evaluation your planning then if you the team is already improved you must be rewarding employee about the good performance this is the relation between the manager or leadership and employee next the planning شوف عشان تعمل خطة صحيحة فيه شوية نقاط لازم تكون موجودة في الخطة في أي خطة وطبعا أنا هبدأ أطبق الكلام على الرس يعني هبدأ بعد كده أقول بقى ال plan وإزاي الرس منطبق عليها هذه النقاط اللي المفروض تكون موجودة في أي خطة أي خطة لازم تكون محددة ما تبقاش عامة يعني ما ينفعش أقول أنا هعمل خطة لتطوير مكافحة العدو إيه في مكافحة العدو اللي أنت عايز تتغوره مكافحة العدو كلها ده يعتبر قول عام لكن أنا لازم أكون مشخص الخطة اللي أنا عايز أعمل لازم تكون specific زي بالضبط الحلل اللي عندنا إحنا بنعمل خطة عشان نقلل العدو المصاحبة لتركيب المسطرة المركزية ونصل إلى معدل كذا يبقى دي specific طيب نصل إلى معدل كذا تجيلنا على النقطة رقم اتنين إنها معنى كده إن الخطة بتاعت اللي أنا هعملها يمكن قياسها يبقى إذن لما تيجي تشتغل على خطة لابد أن يكون هذه الخطة يمكن قياسها طيب مجرابل ولا لأ طبعا ده مجرابل ولسه من شوية دكتورة تبيش بارك الله فيها كانت تشرح لنا إزاي إزاي وقبلها في المحاضرات الأمس وأول أمس كان في محاضرات تشرح لك المعادلات اللي بتحسب بيها إزا ده ممكن تقاس أو ممكن تقاس بقى الخطة دي حتى الآن صحيحة قابلة للتحقيق مش خيالية آه لا ده قابلة للتحقيق ده أنا بعرف النقاط الضعف وبدأ أشتغل عليها وبيحصل فعلا خلاص وخطة حقيقية واقعية على الأرض بتجيب نتايج زي ما اتفقنا وبتعمل توفير في الوقت والنفقات time bound and bar the cost يمكن الكوست مش مكتوبة هنا في السلايد ولكن مهم جدا أن time and cost لازم تكون الخطة بتهدف إلى توفير الوقت طب هتقولي خطة reduction of central line blood stream infection بتوفر الوقت ازاي وقت بقاء المريض داخل المستشفى وقطعا لما أنت بتقلل العدوى بتقلل المصروفات اللي ممكن تصرف على المريض زائد المصروفات اللي ممكن يتكلفها المريض في حالة لا قدر الله أنه يكون توفق يبقى إذن أي خطة بتحتاج أن تكون هذه الخطة محددة لهدف محدد يمكن قياس قابل للتحقيق حقيقي وواقعي يساعد على حفظ الوقت والتكاليف باي انجلش any planning must be smart with the meaning of smart number one specific plan for example collapse reduction rate strategy this is specific for decrease the rate of central line associated bloodstream infection measurable can be measured the central line rate can be measured by specific calculation and case definition for the central line associated bloodstream infection so the planning is good achievable the plan can be arrived to the aim can be decreased increase the rate and time and cost reserve this is also very important point for any planning for example regarding the clepsy reduction plan will be save the time by decreasing the time of stay in the hospital of the patient and save the money by also decreasing the time of stay of the patient and decreasing the medication will be used by the patient this is the point for success planning number two monitoring evaluation of the plan you must be usually monitor the plan يعني if I عربك لو أنا عشرح المونيتور أو المتابعة والتقييم في القصة بتاعتنا في clepsy reduction أول حاجة أنا كنت أعرف الريت اللي موجود عندي يعني أنا أفترض إحنا في المملكة دلوقتي اتنين واتنين من عشرة لكل ألف حالة لكل ألف يوم تنويم طيب بعد ما طبقنا الخطة وبعد ما بدأت الخطة وانطلقت الخطة بدأ بعدها بشهر بدأ يحصل شهرين بدأ يحصل تلاتة طب لو لقيت إن مفيش نقص بقى لازم راجأ تاني النقاط اللي عندي أو نقاط الضعف اللي عندي واضح وإذا في تطور إذا في نجاح لازم نوصل لمرحلة تكريم العاملين على هذا القمر وفيه كان فيه يمكن قبل كان فيه خطة عملها برضو كانت مسابقة بتسمى أنا فاكر المسابقة دي كويس وأذكر أن أنا حاولت الاشتراك فيها وقت ما كنت في المستشفى بس ما حلفنيش الحظ كانت من المسابقات الممتازة جدا بيتطبع لها كل الكلام اللي احنا قلنا دلوقتي أنا بديك الهدف بتاعك والخطة موجودة وانت بتشتغل وبعد ست شهور أو تمن شهور أشوف الريت بتاعك والمستشفات المشتركة في المسابقة أقل ريت هو اللي ياخد التكريم والتكريم طبعا قد يكون معناه وماده وغير طبعا نحن وقع التكريم معروف فده مثال للعلاقة الصحيحة اللي لازم نتعامل بيها في حالة البرفورمانس مانجمنت سايكل وكيف نصل بها إلى الهدف المطلوب لو انت طبقت النقاط دي على الكلابس ريدكشن ريت أو الـ جو جرين هتلاقي كل هذه النقاط مطبقة وحتما لما تتقدم شوية الخطة وتبدأ في نتائج أكيد المناطق اللي هتعمل نتائج أفضل هينشر هذا لا وبدأ لي ده تكريم والمستشفات اللي هتعمل نتائج أفضل برضو هيكون لها هذا النشر والتكريم واضحة الصورة طيب النقطة اللي بعدها نجست والإنفكشن بريفنشن شوفهم عشان بس نفهم خطة الانفكشن كنترول عادة ما بتبقاش عشوائية يعني ما ينفعش إن أنا أعمل خطة أو أقول أصحى الصبح من النوم كده بكيلي فكرة أقول أنا أعمل خطة خطة كذا لا لازم تكون الخطة في الانفكشن كنترول مبنية بشكل أساسي على عوامل الخطور يعني أنا بشتغل في المستشفى هذه المستشفى بتقابل مرضى المرضى المصابين كده بعض الأمراض تبقى بعض المستشفى تبقى بتعالج الأمراض المعدية مستشفى مخصصة للأمراض المعدية أظن عندنا في المملكة إنه بيتعامل مع نوع معين من المرضى طيب إيه أكتر ريسك خطير على المرضى دول ده بيحصل برضو بسبيسيفك كواليتي تولز يعني أنت عندك في المستشفى فيك كواليتي تولز بتعمل عليها سنويا حاجة اسمها تقيم الخطورة اللي عندها وأعلى ريسك أو أعلى خطر هو اللي بتعمل الخطة بتاعتك على أساسه لكن لو طبقنا ده لو أنا بكتبق ده بقى ودي تعتبر في الوقت ده تعتبر يعني سميها لكن لو أنا جايب أتكلم عن الخطة الاستراتيجية بتاع نقص أو خفض عدوى مجرى ده من المصاحبة للأسطنة المركزية ده تعتبر استراتيجيك بلان مين اللي قيم الوضع اللي قيم الوضع إنها جمعت عمل للداتا بتاعة الريت اللي موجود وقرنته بالريت العالمي ولقى إنه في زيادة وإن إحنا محتاجين نقلل هذا الموضوع ونصل إلى الريت العالمي أو أقل منه طيب هم عملوا ريسك أسيسمنت قبل أيوة طبعا حصل ريسك أسيسمنت وتقييم للخطورة عن طريق نتاج اللي موجودة والمترتب على هذه العدوة والمصائب المترتب عليها وتكلمنا عنها قبل كده وبالتالي وضعت الخطة بتاعتنا يبقى لازم تفهم إن الانفكشن كنترول بلان في نوعين ممكن يكون بلان على مستوى أو الهيلث كير سيتنج اللي انت شغال فيها ويجي مطلوبة منك سنويا أو نصف سنويا على حسب الوضع وده بيقيم على حسب الخدمة اللي انت بتقدمها والمخاطر المترتبة على الخدمة اللي انت بتقدمها داخل المستشفى أو المركز الصحي اللي عندك أما على مستوى أكبر للخطة الاستراتيجية بيقيمها الهي أثوريتي الناس زي الجيدي آي بي سيز وبناء على التقييم بيشوفوا إيه الحاجة وبعدين يبدأوا يضعوا خطة لانقصوا مثالنا المشهور لهذا الموضوع هو الخطة بتاعة الكلابسي ريت واضح طيب بي انجليش the infection control plan not have hazard plan but it is the plan depend on the risk assessment and I have two type of infection control plan number one plan at the level of the health care your health care setting infection control plan at the level of the infection control team in the health care setting according to your scope of service in your hospital and risk assessment and take the highest risk and make a plan for repair or improvement of this risk okay and the other type of plan of infection control plan is a strategic plan like the central line of epilepsy rate reduction strategy it is a strategic plan number one assist by GDIBCs the rate of infection of central line in the kingdom then make a plan for reduction and this plan is go green okay this is a simple table explain the difference between strategic infection control plan and action plan and action plan plan السنوية اللي عندك. طبعا في بيبقى نظرة بعيدة. انا عايز اوصل الى لو احنا بنطبق على احنا عايزين نوصل الى المستوى العالمي او اقل منه. عايزين نوصل الى المستوى العالمي او اقل منه. وطبعا انا بالنسبة لي متأكد ان تطبيق معايير مكافحة العدوة في سنترالان هيوصلنا للاقل منه. والدليل على كده المسابقة اللي شرحتها لكم من شوية برضو اللي كانت عاملها الجيدا اي بي سيز مشهورة. واللي كانت تكلم عن الزيرو كلابسي. انت ممكن تصل في بعض الشهور الى زيرو كلابسي جوة المستشفى عندك. اه. لو انت مطبق الكلام بشكل صحيح. طيب. لكن العادة بتبقى لانها محدودة. في مكان محدود. في خدمة محدودة. فيكون دايما مدتها اللي هي لاجئة. او القائمين على تنظيم العمل في الاستراتيجيك بلان يعني احنا عندنا في البلان بتاعتنا دلوقتي واشرح لكم كمان شوية. الناس المسؤولين عن التنظيم بتبدأ من الجي دي اي بي سيز. بعدين المدريات والتجامعات الصحية. وبعدين الفرق داخل المستشفيات. لكن في الاكشن بلان الفريق بتاع المستشفى هو ما يحتاجه من المساعدين على حسب الخطة. تمام? فبالتالي المستوى بيبقى في الاكشن بلان اقل شوية في الارجانيزيشن. وكذلك التكلفة. التكلفة في الاستراتيجيك بلان بتبقى اكتر كتير جدا من التكلفة في الاكشن بلان. والريبورتينج او التقرير ممكن في الاكشن بلان ممكن يبقى شهري او بسبوعي لكن في الاستراتيجيك بلان بيبقى سنو. يعني غالبا هتلاقونا بعد مرور عام من انطلاق الحملة بنعمل تقييم جديد والعام التاني بنعمل فهو صواتيجيكم يديد و هكذا. This is the main difference between the strategic plan and action plan or tactic plan. The period in the strategic plan, 3 to 5 years, but in action plan, only one year. Vision and objective is long term for strategic plan and short term for action plan. Organisation in the strategic plan at the higher level, for example the collapse rate reduction organized by GDIBCs then directory and cluster then the infection control team in the healthcare setting but the action plan division or branch of unit for example action plan in your setting depend on the infection control team and all part related or department related to your action plan budget in the strategic plans huge budget but in the action plan is limited and reporting of strategic plan yearly but the action plan monthly or weekly okay this is the main difference between action and strategic plan the last point regarding the plan. عشان اقول ان انا اعمل خطة صحيحة لازم اكون باني الخطة ديت على نقاط طبعا احنا قلنا ايه الحاجات اللي محتاجينها في كل خطة اللي هي كلمة سمارت لكن انا هنا بتكلم انا عملت الخطة بناء على معطيات مدخلة اللي هي مثلا لو احنا بنطبق على السنتر اللاين انا عندي الريت بتاع السنتر اللاين في المملكة دي المدخلات بتاعتي وبعدين البروسيس الاكشن او الخطة بتاعت اللي هيعملها وبعدين المخرجات اللي هينتج عن هذا ان انا اعرف المسلا على سبيل المثال اعرف المشاكل اللي موجودة احسن المشاكل كل ده وبعدين الريزلت اللي هي نقص الريت دي اعتبر الريت ان يحصل تحسن لمعدل العدوى داخل المستشفيات وبالتالي تقل مدة البقاء في المستشفيات وتقل الوفيات ومحل ذلك داخل الانيات المركزة وغيرها دي اي خطة عشان تقول انا مش بشكل صحيح يعني لازم برضو تمر على هذه النقاط. دي ستكون ده فيما يخص الخطة. النقطة الاخيرة ازاي تعمل للستراتيجيك بلان. اه في حاجة اسمها تقيم بيها والافيكتيفنس والافيكاسي. اللي هو الفاعلية والنجاح. يعني فاعلية الخطة مدى فاعليتها ونجاح ومدى نجاح. خلاص. زائد ان فيه طبعا تولز من الجودة بتسمى لسكور كارد فور استراتيجيك بلان وده الشكل بتاعها. طبعا بتعتمد على البرفورمانس منش من تول اللي احنا كلمنا عنه والريبورت اللي احنا قلنا اللي لازم يبقى ربع سنوي في الاستراتيجيك بلان او السنوي حسب الوضع. خلاص. ولازم تراعي في ايه الاكتيفتي اللي انت عملتها او انشطة اللي انت اشتغلت عليها. والقياس بتاع النتائج قصته ازاي والمتابعة او خطوات المتابعة اللي انت عملتها. لازم تتعمل ده كله ده اللي بنسميه البالانسد سكور كارد فور افاليويشن cotانسد سكور كارد فور افاليوشن كالو نحاك كارد فور افاليوشن لديو هاتب افالي في ه critيش اعلاني الواتفكتبenos أي کبكر اف Sesame باو عمامة او خطوات الذى أي تبين بين ج shape ثم من يوميا افاليوشن قد دوahaha دولة عقد الم Gather Pack واضح ديت فيما يخص الخطة كل اللي فات ده احنا كنا بنتكلم على ازاي نعمل خطة وازاي نتعامل مع الفريق اللي بيعمل الخطة عشان تنجح الخطة ده ملخص اللي انا شرحته كله اوكي ده النقطة الاولية وطبعا انا حاولت ان اطبق ده على الخطة بتاعتنا بتاعت الكازي نيجي بقى على حاجة تسمى الكواب ده second quality tools used for implementation of strategic plan ما هو الكواب او الكواب ده اختصار ايه بصوا كده الكواب ده اختصار نقطتين حاجة اسمها الكواب quality assurance and performance improvement طيب لو احنا اخدنا كل جزء على حدثه معنى كلمة quality assurance هو التقييم على اساس ومعيار من الجودة يعني في حالة انا عايز اقيم الوضع سواء قبل مبدأ الخطة او بعد تطبيق الخطة اقيم الوضع بايه بالمقارنة مع الريت العالمي طيب دي حاجة جودتها عالية ولا مش حالة طبعا ده شيء جودتها عالية جدا وبعدين لما قارنت لقيت ان انا عندي الريت اعلى شوية فبدأت اعمل خطة اداء وتطوير ده الجزء التاني من الموضوع اللي هو performance improvement اللي برضو تكلمنا عنه من شوية اللي هي الخطة يبقى انت عشان تبني خطة لازم الاول تعمل quality assurance وبعدين performance improvement ده مختصر موضوع الكوابي وده اللي احنا عملناه فعلا في الكلابسي ريداكشن ريد The quabi is two part quality assurance and performance improvement quality assurance and performance improvement Quality assurance mean I will assess my position or my situation according the international quality method for example the central line I will compare my rate in the kingdom with the international rate then make a plan this plan is performance improvement and I will also after implementation of the plan I will return to the quality assurance to show I have go to improvement or not Okay دي فكرة الكوابي ودي مقارنة بين الـ Quality Assurance و الـ Performance Improvement. نفس الكلام اللي انا تكلمنا عنه دلوقتي. Quality Assurance دي measuring the compliance with the standard. But the performance is the continuous improvement, action strategic plan for example. الـ Quality Assurance Inspection تقييم لكن performance prevention مثل. انا عملت خطة للمنع العدل. واضح. النقطة الاخيرة في المحاضرة بتاعتنا. انها هنتكلم عن الاستراتيجية نفسها وبنيت على ايه. Clapsy Rate Reduction Strategy وبنيت على ايه. وسبقني برضو عظمت الدكتورة ابن الرمية على محاضرة. اتكلمت على الموضوع ولكن انا بس هتكلم عن بعض الحاجات اللي لها علاقة بالجودة. ونقطة محينة مهمة جدا وهو لما جانا نعمل للأسباب الضعف اللي عندنا واللي محتاجين ان احنا نشتغل عليها في خطة التطوير. طيب. The vision decrease the ingMrs全 vote in alle And no well. Also an Mŏ hospital ICU and other departments for ingMrs. Mission, implement the Evidence based international guideline to reduce the current National嶼 الرؤية اللي عندي في هذه الخطة انه قلل معدل الكلابسي في كل مستشفيات المملكة. مش بس الامة وادشة. كل المستشفيات المملكة. طيب. الميشن عشان اطبقها المهمة نفسها عشان اطبقها الرؤية دي عشان اطبقها لازم اعتمد على افيدنس بيزد انترناشونال اللي هما طبعا الكلابسي باندل الانسيرشان باندل والمينتنانس باندل. الهدف زي ما قلنا ان احنا نوصل من الوضع اللي احنا فيه الكارنت ناشونال كلابسي ريت اللي هو 2.5 بير 1000 سنترال تيز توريج بوينت ناين وانا بقول لكم هو على ضمانتي لو اشتغلتوا صحة في هذا الموضوع ناس منكو هتوصل للزيرو. هتوصل لأقل من زيرو او من بوينت ناين. هتوصل لأقل من كده. خلاص? طيب. زملة في الجيدي اي بي سيز اشتغلوا على حاجة في الجودة تسمى الفوكس بي دي سي اي. الفوكس معناها find the process that need for improvement. فوكس دي اختصار. find the process that need for improvement. وorganization. وده هنتكلم عنه دلوقتي. وidentification the current knowledge and how to improve. by study the root cause analysis and select process of improvement. ديت كلمة فوكس. وبعدين الaction بتاعي plan وضعت الخطة. دو بدأت اشتغل عليها. وimplementation check confirm of improvement. هل انا بتحرك ولا لأ للامام. واكت منتين افضل مشتغل لو انا بتحرك للامام. ومعنديش مشكلة افضل مستمر على العمل حتى اصل الى الهدف اللي انا عايزه. استخدمنا الفشبون analysis for study the causes of increase the collapse rate. انا عايزكو تبصوا على ايمكن دي واحدة من اهم شرايح اللي موجودة في المحاضرة. انا انت لو طلقت من المحاضرة دي بالفرق من الaction plan والstrategic plan. وايه هدف الخطة بتاعت الجو جرين. وبصيت على الفشبون دي وفهمتها كويس. اعتقد هنكون استفادنا جدا جدا من المحاضرة دي. لما الجي دي اي بي سيز عملت فشبون analysis for study the causes of increase the rate of collapse in Saudi Arabia. لقم هذه النقاط الاساسية. في نقاط متعلقة بالبرنامج والاشخاص او الاصطاف العاملين والبروسيس والبروسيجر للعملية التركيب والمينتيننس والسياسات والسابلاي. دي النقاط الاساسية اللي كان بتدور حواليها اسباب زيادة الـ rate عن الـ international rate. تحت كل عنوان رئيسي في بعض الاسباب. يعني في البروجرام في lack of education and training. وطبعا لو تشايفين الهدف كان في هذا البرنامج ان احنا نقضي على هذا lack of education and training. في البروجرام كذلك الـ data entry في الـ electronic. وده كان لسه تتكلم عنه الدكتورة تبيشمن شوية. ازاي ندخل الـ data وانواع الـ data للمفهوض انها تدخل. وان نقاط الهمة للمفهوض انها تدخل. وايه الـ sheets اللي لازم نتابع بها. خلاص. و how to use this data and electronic data. وازاي نستخدمها وازاي ندخل الـ data ومقلة داني. النقطة التانية الـ stuff. بس انا عايز اقول حاجة قبل ما اتكلم عن الـ stuff. انا بسميها دائما حجة اللي مش عايز يشتغل. هي حجة موجودة اساسية حقيقية. بس على الارض لما حس لما اروح اشرف على مستشفى او قيم مستشفى. ولاقي دائما الشكوى ان في نقص في العدد اعرف ان الناس ديت. يعني ايه محتاجة دفع للامام عشان يشتغلوا كويس. لان كل العالم. خلينا نتفق. ان كل العالم بلا استثناء. وممكن تفتح اي موقع وتشوف. في نقص في الكوادر الصحي. على كل المستويات. سواء كان تمريض او اضباء او تخصصات نترة. كل الناس عندها نقص. في الـ stuff. لكن بقت العالم كله دلوقتي بيتجه ازاي النقص اللي عندي ده. استخدمه ووصل به الى افضل النتائج. فمش عايز دايما الحجة ديت. هي اه موجودة ولازم تذكر ولازم تكتب في اي تقييم وهي اساسية. لان في معايير عالمية. بس انا اتحداك. تجيب حتى في امريكا ومجلترا انك تلاقي حد عنده الاكتفاء او قادر ان هو يعمل الاكتفاء من الاصطف. مستحيل. وبالتالي انا بصل الى الدرجة اللي اقدر اوصل لها. وازاي استخدم الدرجة ديت بشكل صحيح. وده كلمنا عنه في الـ performance management cycle اللي كلمنا عنها في الاول. ازاي الفريق بتاعي. حتى لو فيه نقص اقدر اوصل به للنقطة اللي انا عايز اعرفه. طبعا اهم نقطة في الـ stuff ratio اللي هو nursing ratio في الـ ICU. المفروض ان الريت العالمي واحد الواحد او واحد الاثنين على اقصى تقدير. ان يبقى كل مريض لهم ممرضة واحدة او كل مريضين لهم ممرضة واحدة. وبعض المراجع بتكون كل تلاتة. يعني كل تلاتة مرضة لهم ممرضة. ولكن هذا الريت في الغالب في الغالب صعب انك تلاقيه على في اغلب الاماكن. في اغلب الاماكن صعب انك انت تلاقيه. هل هذا يعتبر عائق مستحيل يخلينا طبق الكلابسي لا طبعا. ما هو كده كده لو الممرضة بتشرف على اربع مرضة مثلا على سبيل المثال. مطلوب منها تعمل منتيننس للاربعة. متى تتابع الاجراءات المعهولة هتخرج من المريض الاولين تخش على التاني من غير ما تعمل تتخلص من الواقعات الشخصية وتعمل هاند ايجين وترجع للتاني مش منطق. وبالتالي صعب ان انا اقول ان ممكن في الاي ار ا ا لكن في الاي سيو يعني شوية محتاجة ان احنا لازم نحفز الناس اكثر من كده ونعمل لهم تريند لهم ازاي يقدروا يستخدم يعملوا ده حتى لو كان عددهم نفسه. في برضى عندي مشاكل لا علاقة بالبروسيس والبروسيجرز انه طبعا فيه ديلي للكلشا والسنستيفيتي وده بيحصل كتير جدا والمايكروبيولوجي اصلا نفسه كمان احيانا بعض المختبرات بيبقى فيها صعوبة شوية في انها تشخص بشكل صحيح. لان احنا اتفقنا ان الميكروب نفسه ممكن يديني دلالات عن الويك بوينت اللي عندي في الابديت طبعا لازم نبقى فيه ابديتين جدايما وحنا اتكلمنا حتى في البندلز ان فيه بعض النقاط ممكن تضاف في البندلز الالترا ساوند في الانسيرشن الالترا ساوند جايد في الانسيرشن والسكرابينج اوف هاب في المنتيننز لازم دايما نبقى متابعيني الحاجات الجديدة دي من النقاط اللي. السابلاي برضو نقطة من النقاط اللي يمكن معلش فهي اخر نقطة انا هتكلم فيها بس معلش يديني فيها دقيقتين اي ان السابلاي دي بالذات من برضو الحجج اللي عامل زي الاسطاف كده بس خلونا ندرسها بشكل دقيق شوية انت كانفيكشن كنترول ليك دعوة بالسابلاي الى حد كبير اه بمعنى ممكن يكون تكون انت في منشأة صحية القائمين او القسم الخاص بالميديكال سابلاي مش متطلع قوي على الحاجات الجديدة مش عارف ان هو لازم يتصرف لما يبقى مثلا يصل الستوك الى 30% لازم هو يبدأ يتحرك ويطلب ستوك تاني وما الى زي انت دورك كانفيكشن كنترول انك تتناقش مع الناس دي وتعمل لهم ترينينج وبيديوكيشن خصوصا لما يبقى عندك برنامج مهم زي ده ولازم تفاهمهم اهمية طيب النقطة التانية ان لازم يبقى عندك في موضوع السابلاي لازم تبقى في موضوع السابلاي بمعنى انا قلت لكم مثال مهم لما كنا بنشرح المحاضرة في اليوم الاول في الاسكن بريباريشن يا دكتور عبد الرحمن انا ما عنديش كلوريكسيدين فهمنا تركيب السنترال لاين جوه المستشفى هل هذا منطق؟ يعني انا يجي لي مريض محتاج تركيب سنترال لاين عشان ياخد نيوتريشن عشان ياخد كيموثيرابي اوقف التركيب عشان ما عنديش كلوريكسيدين طب اشوف البديل اه والله البديل بوبيدين ايو دين اه هو تقيل علينا شوية بس احنا هنطرر نستخدمه بس نعلم الناس كيف هنستخدمه بشكل صحيح ونبلغ القائمين على الميديكال سابلاي ان لابد الفترة اللي جاية يبقى فيه طريقة لتوفير مثل هذه التحيات برضو الواقعات الشخصية محتاجة انك انت وشوف نحنا الازمة مثلا اثناء الكوفيد وعملنا في بعض الازمات احيانا اذا اضطريت انك ممكن تعمل بس زي ما اتفقنا وفي واحد من الزملة سأل سؤال برضو في المحاضرة وقلنا له ان احنا نقدر نعمل ده ولكن وفي نفس الوقت مش معنى كده ان انا بوجهك انك لا تهتم بان يكون السابلاي موجود دائما لا بس في الحالات العجز لا توقف العمل تعمل العمل وتشرف عليه بنفسك حتى لو اضطريت انك في الفترة اللي فيها عجز فبعض البهزاء تقول انت موجود كانفيكشن تشرف على اداء الانسيرشن واداء المنتيننس عشان الناس تتعود عليه الى ان تتوفر بعض هذه الصباحة طبعا لو جينا نطبق هذا الموضوع على الكلابسي نشوف النقاط اللي عملتها الجيد اي بي سي زي وهي بتنفذ الخطة اول حاجة عملنا على المستوى بتاع الجيد اي بي سي زي المواتش وعدين على مستوى الريجونال والوسبتال كستراتيجيك بلان لازم يقوم التلاتة مشتركين معايا في اليدرشن وبعدين شوفنا الانفراستركشر والصالة اللي هي النقاط اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيش بون اناليسيس انا كده خلصت عشان الخص اللي انا قلته بس عشان الناس ما تكونش تاهت لان انا عارف ان الكلام الجودة عندنا في الانفكشن كونتول شوية بيبقى استقباله شوية بيبقى صعب انا بس كل اللي حابب اقوله او النقاط اللي حابب ان انت تطلعوا منها في هذا الموضوع ان الخطة الاست ويمكن تطبيقها وفي بعض المنشآت الصحية العالمية وصلت الى نتائج مبهرة في نقص والوصول الى اقل من المعدل العالمي في الكلاب سيريد دي النقطة الاولانية نقطة التانية انك بتستخدم بعض الالات الجودة انت ممكن تشترك مع قسم الجودة في كده بعض الوسائل بتاعت الجودة في تنفيذ مثل هذه الخطط واخراجها بشكل جيد التقارير اللي انت بتعملها ممكن تستعين بالجودة عشان تعرف تعمل تقرير جيد للوضع قبل والوضع بعد والريسك اسيسمنت والتقييم كل دي حاجات تقدر انك انت تستفيد منها من الجودة الانفيكشن كنترول ما بيشتغلش الواحده اكتر شيء ممكن تطبق عليه الجودة كلها ومعاييرها كلها هو الانفيكشن كنترول بالمناسبة يعني انت لو لاحزت كل حاجة بيتكلم عنها الجودة مهما كانت شوية بعيدة عن تفكيرنا هتلاقيها يمكن تطبيقها بشكل مثالي في الانفيكشن كنترول لان كل حاجة في الانفيكشن كنترول لها افدنس بيز ما فيش قراءة شخصية كتير قوي في الانفيكشن كنترول وانما كل شيء مدروس وتمت دراسته وطلعت عنه نتائج واعكس واضح بالتأكيد الأشخاص بيزينا بالتعبات المعتدده 就غلقت ترجمة نانسي قنقر